اللي هو عبارة عن قوس من دايرة بتنطبق عليه كل خاصة داي تاني نوع هو الكمباوند كيرف او المنحنة المركب وهو عبارة عن قوسين من دايرتين يعني ايه قوسين من دايرتين لو بصنا كده عندنا ادي قوس من دايرة اهو بيحصر زاوية معينة ولي نصف قطره معين ودي قوس تاني من دايرة تانية وفيه بينهم الاثنين نقطة تميس خلاص ونفرق ما بين الكمباوند كيرف ونوع تاني هناخده كمان شوية اسمه ريبرس كيرف انه ايه المركزين دا مركز المنحنة الاولاني دا مركز المنحنة لو افترضنا ان دا سنتر لاين الطريق فالمركزين يقعوا على جانب واحد من سنتر لاين الطريق وطبعا انصف الاقتار بتبقى مختلفة يعني R1 غير R2 لانه لو بقى R1 هو هو R2 فهي بقى عبارة عن سيمبل سيركلر كيرف ماشي فيبقى بليه خط مستقيم منحنة من دايرة او قص من دايرة بقى منحنة من دايرة اخرى بينهم نقطة تميس والمركزين طبعا مش منطبقين على بعض الاختلاف نصفا القدر فيه حاجة اسمها broken back curve شبه اللي احنا قلنا من شوية بس مش نقطة التماس بقى مباشرة ما بين المنحنين على طول لا فيه جزء مستقيم في النص يعني ادي قص من دايرة وبين خط مستقيم straight road section وبعدين قص من دايرة تانية ممكن يكونوا دايرتين بنفس القطر زي بعض وممكن يكونوا مختلفين بنفيش مشكلة في كده بنسمي التركيبة دي على بعضها كده broken back curve وكل منحنة فيهم طبعا بنصممه وهنتعلم نعمل ده مع بعض النوع الرابع هو reverse curve او المنحنة العكسي اتجاه التقوص بتاع المنحنة بيتغير يعني ايه بيتغير يعني نخلي مالنا كده ادي center line في النص وقوص من الدايرة الاولانية وليه مركزه على اليمين ده وإحنا ده اتجاه الحركة من ابسال يسار للابسال يمين في السلايد فادي ماشي انا كده على center line الطريق في مركز الدايرة على يميني واتجاه التقوص كده نقطة التماس وبعدين اتجاه التقوص في الناحية التانية فبقى في مرة المركز على اليمين وفي مرة المركز على الشمال والمنحنة اتجاه التقوص بتاعه بينعكس فمنسميه reverse curve في reverse curve ممكن يكون المنحنيين ليهم نفس القطر ما يفيش مشكلة ماشي اي فارق بين وبين ال compound curve في ال compound curve طبعا لازم يكون المنحنيين بأنصاف أكتر مختلفة في ال compound curve المركزين على ناحية واحدة من الطريق في super elevation على ناحية واحدة من الطريق في reverse curve الاثنين عكس بعض المركزين على جانبي الطريق واحد على يمين واللي بعده على الشمال تمام؟ وأكيد بما أن القوة الطرد المركزية هتعكس اتجاهها لأنه اتجاه التقوص انعكس فيبقى super elevation كمان إيه اللي هيحصل له حي انعكس ماشي كل واحد من دول العنصر الرئيسي بتاعه هو simple curve تمام؟ فعشان كده طبعا في بعد كده الhorizontal curve ده نوع قنبليكس شوية اللي هو spiral curve يعني أنا أنا مش فاكرة اسمه ايه بالعربي بصراحة أعتقد اسمه منحانا الحلزوني ماشي ده بيجي لما كون التوزيع 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 يا أعتقد يا التوزيع لا هو اسمه بالعربي spiral الترجمة الحرفية بتاعتها بالعربي حلزوني اتنى شي عندنا في الطرق احنا ما بنسميهوش ما بنهتمش او كلمة spiral احنا بنسميه transitional curve لأن احنا بنعمله فين في الطرق احنا بنسميه بالfunction بتاعه هو اسمه الهندسي يعني أو التوصيف بتاعه الرياضة spiral تمام عشان نصف القطر بتاعه بيتغير احنا دايما في الطرق بنسميه بالوزيفة بتاعه بنسميه transitional منحنى انتقالي ماشي ليه انتقالي هو منحنى متغير نصف القطر يعني ايه متغير نصف القطر بيبدأ عند الstraight line بنصف القطر ما لنهاية طبعا احنا عارفين ان الstraight line هو عبارة عن منحنى لكن مركزه يقع في ملا نهاية عشان كده بقى خط مستقيم تمام فهو بيقولك ان ده متغير نصف القطر ده تعريفه في الرياضة ماشي وبالنسبة لنا في الطرق المفروض ان هو بيبدأ عن نهاية الخط المستقيم او المميس وبيكون هنا نصف القطر بيساوي ملا نهاية اللي هو بيساوي نصف قطر المميس ويبتدي الملا نهاية داي لحد ما يوصل عند اول المنحنة بتاع الطريق ويبقى نصف قطر بيساوي نصف قطر المنحنة التصميم اللي احنا بنعمله التصميم على الطريق وعشان كده اسمه ترانزيشنال ليه اسمه ترانزيشنال بما انه متغير نصف القطر فبالتالي القطر ده المركزية كمان بتتغير حد فاكر القطر ده المركزية كنا بنحسابها زي تماما في الفيزي عد فاكر المعادلة بتاعتها انا فاكر ماشي m v تربيع على r m v تربيع على r m الكتلة تمام خلينا نخرج الكتلة من المعادلة ده وقت هنتكلم ازاي لما نيجي نصمم ان شاء الله كمهندسين ترق هنخرج الكتلة من المعادلة v تربيع كل ما زادت السرعة القطر ده المركزية بتزيد تربيع تمام فكل ما السرعة كانت كبيرة بقى عندنا قطر ده مركزية كبيرة على r ماشي يعني قطر ده المركزية بتتناسب عكسيا مع r والدليل على كده ان احنا على الخط المستقيم ما عندناش قطر ده مركزية اصل لان r بما لا نهاية فقطر ده المركزية بصفر تمام انا بفضل طبعا كديزاينر ان لما يكون عندي خط مستقيم وبعدين منحنى ان ما يجيش المركبة فجأة تتعرض من قطر ده مركزية صفر لقوة طرده مركزية بتساوي قيمة كامل قيمة القوة طرده المركزية مرة واحدة اشتركوا في القناة